موسيقى صبح كنا بألف خير لكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا بعالم الصباح اليوم مثل العادة لقاءنا بيبلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة وحدة بتوقيت بيروت ببعض المناطق كان فيه بخلال هالليل شوية شتة بمناطق أكثر من مناطق تانية لها السبب فيه شوية مشاكل يمكن على الطرقات يلي عم بيسوقه هلأ أول شيء علقه بعجقة بطبيعة الأحوال لأنه شتت الشغلة الثانية أنه فيه شوية تصحيت وسبب أنه كان فيه كتير غبار كان فيه كتير أتربة وغيرة على الطرقات مشان هيك مع الماي اليوم بليز أنكم تنتبهوا خصوصا يلي على المناطق الجبلية بالمرتفعات إلى آخره حتى يمكن الضباب شوي كمان عم بيأسر فالكل ينتبه على الطرقات ما بدنا آخر شتوات يلي بيعطينا إيها دايما أن النسان تتسبب بأي خطر أو مشاكل لأي أحدا اليوم فقرتنا بورشة ملاح ما فيها شوية ملاح أبدا كلها سكر صباح الخير هانيا صباح الخير غدا صباح الخير للمشاهدين إشياء طيبة كتير رح تحضرين لنا إيها اليوم إشياء جديدة شوكولات وبنان وفراز مزبوط وكل فوق الموسم رح تكون كمان موجودة معنا لازم لازم رح ننتقل لعندك بعد شوي إنما أكيد عالم الصباح كيف رح بكمل من شوف سوا بحلية اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن آخر أخبار الموضة مع هادية عالموضة الزنجبيل وفويد والمتعددة مع كارلا بخفيف نظيف كندة بتعرفنا على أنواع جديدة من الشطول والنباتات بأرض وورد أهم النشاطات الثقافية والاجتماعية مع زينا بأجندة آخر أخبار السوشال ميديا مع كاتيا وضيفة بوقتها ورشت ملح مع هانيا على وصفات جديدة وشهية 12 نيسان 2016 شو حامل كيف رح بتكون الحظوظ لكل الأبراج كل التفاصيل دايما مع كارمن صحب لكم بالخير اليوم الثالثة 12 نيسان أبريل اليوم الأمر مرافقنا من برج مائي برج السرطان لفترة ثلاثة أيام متتالية اليوم في مربع بين الأمر والشمس هذا معناته أنه في برجين أكتر شي بيكونوا هني متضيقين أو منزعجين من هيدا النهار عم نحكي عن مواليد برش الميزان ومواليد برش الجدي خلونا نشوف كيف رح بتكون كل الأبراج البداية مع برش الحمل مولو برش الحمل لأنه الأمر موجود ببرش السرطان اللي هو البيت الرابع بالنسبة لألك احتمال يكون شوي مشغول مولو برش الحمل بمسائل عائلية مسائل شخصية صحية أو يمكن تكون طبعا أمور إيجابية يعني عم تغير بيت عم تستقبل حدا ببيتك مع جوء وعجقتك حلوي الأكثر حظا بعده مولود 29-31 أدار مارس ننتقل لبرش الثور مولو برج الثور بنسبك وجود الأمر ببرش السرطان أول شي فيه كامستري فيه انسيجام بينك وبين هالأمر اليوم مش بس اليوم ثلاثة يام وراء بعد هيدا بيعطيك القدرة نوعا ما لتعبر عن رأيك لحتى تحكي إذا كنت خجول وخجلين أنك تحكي مش مسترجة تعبر عن رأيك بيعطيك القدرة نوعا ما لحتى تتفهم مع محيطك انتبه فقط من بعض الالتيباسات بعده 4-8 أيار مايو ألا وفرح الظن بنكمل مع برش الشوثاء مولو برش الشوثاء نهار بعتبره جيد أصلا كل هالشهر تقريبا بمجمله إيجابي بالنسبة لك احتمال أنه اليوم تسمع خبر حلو اليوم بكرة وبعد بكرة مولو برش الشوثاء تعتبر أنت من الأشخاص الإيجابيين المتفائلين ومش بس هيك أصحاب الحظوظ فيه مكاسب فيه أرباح ويمكن حتى فيه نتائج على زوءك الأكثر حظا بعده مولود شهر أيار مايو منكمل مع برش السرطان مولو برش السرطان بانتظارك 3 أيام كتير مهمين وكأنك وصلت إلى قمة من قمم هذه السنة بهذه 3 أيام احتمال أنه أنت تفتح بوجك مسألة جديدة فيها تكون دراسية فيها تكون مهنية اجتماعية عاطفية في تطورات مهمة بخلالها 3 أيام ويمكن ينطلب منك أو تحس حالك أنه أنت على مفترق طريق على العتبة جديدة وبدك تأخذ قرار احتمال أيضا بهذه 3 أيام تسمع جواب لمسألة أنت نطرة الأكثر حظا اليوم هو مولود شهر حزيرة عن يونيو منكمل مع برش الأسد بتهدى الأمور كتير عند مولود برش الأسد مش بس اليوم 3 أيام وبالتالي بدك تبلش تشوف شو بدك تعمل بهذه 3 أيام لبينما يوصل أمر لبرشك في تقريبا مساء نهار الخميس من هلأ إلى وقته لو بروفايل ممنوع القرارات الكبيرة الحاسمة لأنك رح تندم عليها اتأكد من كل شغل بتعمله لأنه احتمال يكون في خطأ سهو وما معك خبره أنت بالمرة لذلك اتوقع بهذه 3 يمكن يكون فيه هدوء ضجر أو يمكن خيبة أمل تبقى الموليد النوعا ما أقل حظا من غيرها هي موليد 8 إلى 15 أب أوسطس منكمل مع برش العذراء مولو برش العذراء اليوم نهار بيسليك بيشيل الهم من بعد مقضيت 3 يومين كانوا شوي صعبين وملبكين اليوم في صفاء في انسيجام في راحة بال وفي قدرة على التفاهم معا محيط لانت فيه نهار جيد جدا بردلك اعتبارك ومش بس اليوم 3 يوم وراء بعضون 7 إلى 11 أيلول سبتمبر الأوفر حظا منكمل مع برش الميزان مولو برش الميزان 3 يوم وراء بعضون صعبين بيمتحنوك مثل ما يقولوا نحنا منقول للبناني من كعب الدست شو معناتها الأمور صعبة؟ المجازفة ممنوعة بالشغل بالصيد بالسمعة بالدروس كله ممنوع الأجواء صعبة تمتحن مولو برش الميزان لكن هيدا ما معناتها أنه أنت الضعيف وما عندك قوة بالعكس تمامك عندك قوة كتير كبيرة كل شي مطلوب منك تعرف تعملها كنترول انضباط وقالها بتفوتك بالحيط بتبقى الموليد الأكثر ثعبا موليد شهر أيلول سبتمبر 13-15 أكتوبر ما نكمل مع برش العقرب مولو برش العقرب ما حدا قده هالثلاثيين مولو برش العقرب ناطر ليطلع الضوء لحتى يبلش بمشاريعه وفيك تمشارع قد ما بدك 3 أيام عمول اللي بدك احتمال يكون فيه نجاحات كتير كبيرة بالدراسة وبحياتك المهنية ما بينخاف عليك تقدر ترجع تستعيد أو تعود عن كل الأمور اللي ضاعت مؤخرا عم نحكي عن الخمسة يام ست يام اللي ما رأوا لكن بتضل هناك بعض المعاكسات إذا كنت من موليد 1 لأربعة نوفمبر فكون حذر منكمل مع برش القوس يمكن اختلفت مع حدا من اليومين اللي ماضيين صار فيه سوء تفاهم اليوم هلما معناتها أنه اليوم خلص رجعت المياه لمجرها الطبيعية لكن يمكن نطلب منك بعد الخطوات لا تمهد لمصالحة الأجواء اليوم لا بأس بها فيه احتمال لكون مشغول ببعض الأوراق والملفات تابعة ما تخاف روح فيها للآخر لكن مع أصحاب اختصاص كون حذر 30 نوفمبر 1-2-89 ديسمبر الأوفر حظا من غيره رح بيكون مولود 12-18 ديسمبر هيدا الأوفر حظا منكمل مع برشل شادي مولود برشل شادي 30 تعتبر أنت من الأبراج الأكثر تعبا الأكثر انزعاجا الأكثر مزاجية يلي ما بينحكى معه يلي ما بنقدر نتفاهم معه مولود برشل شادي بدك تنتبه لحتى ما يصير فيه قطيعة لحتى ما يصير فيه جفة لحتى ما تخسر صداقة أو صفقة ما 30 ايام وراء بعضهم الأقل حظا مولود كانون الأول ديسمبر 7-8 كانون الثاني يناير منكمل مع برشل دلو مولود برشل دلو انبسطنا يومين كيفنا يومين هلأ رجعت الأمور لتنقول مجرها الطبيعي رجعنا بدنا نشتغل عنا درس بدنا ندرس عنا امتحانات بدنا ندرس لون عنا شغل بدنا نشتغله بدنا يكون شغلنا كتير جيد وصائب من دون مشاكل لحتى من بعد هالفرحة ما تحاسب بقوة الجمعة والثبت إذن شغلك بد يكون دقيق بد يكون على البكلي وبدك تخلصه بيبقى مولود شباط فبراير ألا وفرح الثان ميكمل مع برشل حوت وأخيرا مولود برشل حوت يعتبر من الأبراج الإيجابية المحزوظة يلي بانتظاره أخبار سارة مولود برشل حوت اليوم وبكرة وبعد بكرة في أخبار سارة كانت عاطفية مصالحات في تسويات في تسهيل بأمورك كون زكي ما تخلي شيء ما تعمله به هالثلاثة أيام شرط أنه تكون أمور صعبة معقدة وبضى حظ ليش؟ لأنه به هالثلاثة أيام في حظ قد ما بدك تبقى موليد شباط فبراير قال أو فرح الثان نختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هاي دي سنة يمكن تكون متطلبة على صعيد شخصي منزلي يا أما عم تنقل لبيت جديد يا أما عم بتفكر تتزوج يا أما عم بتفكر ترطبت يا أما في عائلة جديدة يا أما عم بتفكر تسافر وتهاجر في بعض الخربطات هاي دي سنة نوعا ما غير مستقرة تسعى خلالها إلى الاستقرار الشخصي نيسان أبريل أبا أغسطس ديسمبر كانون الأول هنأ أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا نالي كارمن على كل هالتفاصيل رح ناخد أول بريك بعالم الصباح لها نهار خليكن معنا من بعد التنضم لإلنا هادية ونكون على المدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر